من جديد أعود النظام التركي لإثارة البلبلة والتصعيد في بحر إيجا لكن ألافت هذه المرة أن الاستفزازات التركية تأتي قبيل محادثات مقررة مع اليونان لبحث القضايا الخلافية خفر السواحل اليوناني قال إن إحدى دورياته في جزيرة لسبوس تعرضت لمضايقات من قبل سفينة تركية مشيراً إلى حدوث أضرار بسيطة ويؤكد خفر السواحل اليوناني أن النظام التركي يرتكب انتهاكات بشكل شبه يومي ما يتطلب إجراءات رادعة من قبل الحلفاء في أوروبا وكانت وزارة الهجرة اليونانية قد اتهمت بدورها النظام التركي في وقت سابق من شهر نيسان أبريل الماضي بمحاولة التسبب بتصعيد في بحر إيجا من خلال القيام بمناورات وصفتها بالخطيرة وتشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان وتطالب أثنى أنقرة بضبط طرق الهجرة واستعادة مئات طالبية لجوء الذين قررت السلطات اليونانية أنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين خاصة أن النظام التركي حصل على أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق وقع بين الطرفين بهذا الشأن وتأتي هذه التوترات قبيل محادثات من المقرر أن تعقد بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس ورئيس النظام التركي رجب أردوغان في بروكسل وقالت مصادر في اليونان إن أثنى ستجدد مطالبها بوقف الانتهاكات التركية شرقية المتوسطة في بحر إيجا كما ستطالب النظام التركي باحترام سيادة دول الجوار ووقف تدخلاته الإقليمية